أفدت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عناصر من الحرس الثوري تلاحق مسلحين هاجموا نقطتين عسكريتين جنوب شرق البلاد وأوقعوا قتلى من عناصر الأمن خلال الهجوم الوكالة قالت إن الاشتباكات انتهت بالفعل مع المسلحين بمقتل اثنين منهم كانت وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن المسلحين الذين لم تكشفوا السلطات عن النقاب عن هوياتهم أو انتمائهم قد هاجموا مقرا للشرطة في منطقتين راسك واتشابهار